أيها الأحرار في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أغرب القضايا عشاء الإزاعة الإزاعة حالاتي كده عشاء الإزاعة المصرية يعرفوا كويس إن ده كان اسم برنامج إزاعي كان بيكتبه ويخرجه عبقاري الإزاعة مخرج اسمه عبد دياب وفضل البرنامج ده لأكتر من خمسين سنة ارتبط اسم البرنامج ده اللي كان حقيقة بيقدم قصص جرائم غريبة حولين العالم كله شارك في حلقات الدراما الإزاعية البوليسية دي عديد من النجوم المصريين وأصوات مهمة جدا زي الفنان القديرة أمينة ريزي زي سميحة أيوب زوزو نبيل إنعام سلوسة حسن حسني سمير حسني برضو رشوان توفيق سناء شافع غير كتير كتير اللي لدي أعزائي المشاهدين معانا واحدة من أغرب القضايا اللي حصلت في جنح الليل سكن الليل لما سكن الليل على الحدود المصرية حصلت قصة واقعية مسيرة في توقيت خطير جدا بس خليني أحطك في الجو الدنيا ليل والنجوم طلعة تنورها دي أغنية الفن العبدالوهاب بعد مئة يوم من الحرب على أهل غزة حقيقة وبعد جلسة ساخنة حصلت في محكمة العدلة الدولية في لاهاي في هولندا وبين تضارب الروايات اللي استدعى بقى قصة المجند البطل محمد صلاح واللي ردد إن الجيش المصري قال بيان غريب كل الظروف دي بتوصل أو بتتلحم ببعضها عشان تعمل قضية غريبة إيه بقى القضية؟ إحنا خلصنا البرنامج هنا ويدوب لسه مروحين لقينا تويتر متغرق بخصة عجيبة قوية الساعة كانت 12 بالليل الدنيا ضل مع الحدود المصرية الإسرائيلية الحدود المصرية الفلسطينية بعد ما قرر عشرين شخص مسلح إنهم يعبر الحدود ويدخلوا داخل العمق في الناحية التانية عند الكيان وهناك لقوا الجيش الإسرائيلي فجأة فاشتركوا معاهم في شباك مسلح اشتبكوا مع الإسرائيليين أو مع الجيش الإسرائيلي وأصابوا منهم مجندة طبيعي في حوادث مشابهة زي المصريين دي كده ما يعرفوش إلا الأخبار بتاعتها إلا من الاحتلال فالناس ما كانتش عارفة أي حاجة لأن مصر زي الزوج آخر من يعلم المصريين آخر من يعلم فالله حصل إن احنا لسه سنة 50 و60 بنسمع الأخبار من الإزاعات الأجنبية أو من التلفزيونات الأجنبية فنشر الخبر على CNN كده أسرع الفلسطين الإسرائيلي إسرائيل تعلن تفاصيل حادث تبادل إطلاق نار مع مسلحين عند الحدود مع مصر أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنوده اللي أعلن مين ركز في تفاصيله الأبطال اللي أعلن الإسرائيل أن جنوده الإسرائيليين اشتبكوا في تبادل إطلاق النار بعد أن اقترب نحو 20 شخص مجهول الهوية بعضهم مسلحون من الحدود الإسرائيلية وهم جايين من مصر بالقرب من معبر نتسانع وقال الجيش الإسرائيلي أن عدد من المشتبه بهم أصيبوا لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل ولم يذكر ماذا كانوا يفعلون على الحدود ده اللي ما قالش كده الإزاع الإسرائيلية وفقا لما نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري على وسائل التواصل الاجتماعي فقد أصيب الجندي اللي وبعد كده تبينناها جندية خلال تبادل إطلاق النار وتم علاجه في المستشفى حيث وصفت حالته بأنها إصابة طفيفة ولم ترد أنباء فورية من مصر خالص مصر نيمة في الساكلانس فيما ذكرت وسائل إعلام مصرية أن سلطات بلدها أحبطت عملية تهريب تهريب مخدرات في نفس الموقع وألقت القبض على ست أشخاص رغم أنه ليس من الواضح ما إذا كان الحادثان مرتبطين وعادت قضية الحدود بين مصر وإسرائيل إلى الضوء مرة أخرى إلى آخره ده خبر السي إن إن اللي نائل عن إسرائيل السي إن إن الحقيقة قالت أنه الجيش المصري قال أنه أبض على ستة بيهربوا مخدرات طيب نشوف كده تفاصيل حادث تبادل إطلاق النار من بسط هيئة الإزاعة الإسرائيلية نشوفوا كده وكان نحو عشرين مشتبها بهم بينهم عدد من المسلحين قد وصلوا قبل قليل من الأراضي المصرية إلى المنطقة الحدودية بالقرب من بتحات نتسانا وفتح جنود جيش الدفاع الإسرائيلي العاملون في المنطقة النار على المسلحين وتم اكتشاف عدة إصابات ده نقلا من بسط هيئة الإزاعة الإسرائيلية أو هيئة البس الإسرائيلية وأوام أوام خرجت كل المنصات الرسمية للجيش الإسرائيلي تعلن التفاصيل عن المسلحين والإصابات لكنها ما ذكرتش إطلاقا أي إشارة من قريب أو بعيد لطبيعة المسلحين دول أو كانوا بيعدوا ليه على طول كده نشوف كده مثلا أفخاي أدرعي بيتكلم عن عملية المخدرات عن عملية الاشتباك دي ولم يذكر قصة المخدرات نشوف البس ده وصل قبل قليل نحو عشرين مشتبه فيهم من بينهم عدد من المسلحين من داخل أراضي المصرية داخل منطقة الحدود بالقرب من تسانا حيث قام الجنود العاملين في المنطقة بإطلاق النار نحو المسلحين ورصدوا عدة إصابات طيب المتحدث العسكري الإسرائيلي برضو عمل بوستات ولم يذكر أي سيرة عن المخدرات نمشي معاه وكان نحو عشرين مشتبهاً قد وصلوا قبل قليل عدد المصرية منطقة الحدودية بالقرب من وكذا وفتح جنود الجيش الدفاع الإسرائيلي نفس الكلام دانيالة هو هاجاري لم يذكر سيرة عن المخدرات المتحدث العسكري مرة تانية وعقب الحادث الذي وقع في منطقة نتسانا على الحدود المصرية أثناء تبدل إطلاق النار أصيبت مقاتلة من جيش الدفاع الإسرائيلي بجراح متوسطة وتم تحويلها لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وتحسنت حالتها لاحقاً وأصبحت الآن في قائمة المرضى حالتها بسيطة كما تم إبلاغ عائلتها ركز معايا في أنه تم إبلاغ عائلتها بعدها بساعة تقريباً يعني قرب الساعة وحدة بالليل خرجت قناة القاهرة الإغبارية جابوا للحفل اللي كانوا ونزلوا بالبيجامات ونزلت ويا قناة المخابرات عشان تعلن أن اللي حصل على الحدود ما هو إلا كان عملية تهريب مقدرات وإحنا والحمد لله أحبطناها مخدرات كل كلام إسرائيل من الساعة 12 ما جابش سيرة مخدرات خالق أنتوا جايين لي بعد ساعة بالبيجامات والشباشب عشان تقولون أنها كانت عملية مخدرات وقالت قناة القاهرة الإغبارية أن الاشتباكات دي كانت مع الإسرائيليين مش الجيش المصري نشوف كده البوست بتاع قناة القاهرة الإغبارية مصدر أمني للقاهرة الإغبارية القوات المصرية تحبط محاولة تهريب مخدرات على الحدود المصرية تبقى رأيكم أن نشوفوا فيديو نشوفوا فيديو كده في شأنه صرخ مصدر أمني للقاهرة بأن القوات المصرية أخبطت وتخبط محاولة تهريب للمخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية هذا المصدر الأمني للقاهرة الإغبارية قال بأن اشتباكات جرت أثناء أخباط محاولة تهريب للمخدرات بجنوب معبر العوجة وتم القبض على ستة من المهربين أثناء هذه العملية نعيد التفكير والتفقيق حول هذا النبأ إجمالا الذي صرخ بشأنه هذا المصدر الأمني للقاهرة الإغبارية في إطار عواجلنا بأن القوات المصرية تخبط محاولة تهريب للمخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية المصدر الأمني أضاف للقاهرة بأن اشتباكات جرت أثناء أخباط محاولة تهريب للمخدرات تحديدا بجنوب معبر العوجة وتم القبض على ستة من المهربين دلوقتي قناة القاهرة الإغبارية جابوا الرجل المحترم ده عشان يقولنا أن اللي صرح بالكلام ده مصدر أمني مش مصدر عسكري بينما إسرائيل كل المصادر اللي صرحت لها مصادر عسكرية وقالت القناة القاهرة الإغبارية أنه تم إحباط محاولة تهريب وأنه ستة وقالت كمان أن بيتم إحباط حتى الآن هي صيغة قناة القاهرة الإغبارية غريبة قوي بداية من صرح مصدر أمني ليه ما بيصرحش بالإسم؟ إحنا شفنا في الإسرائيليين اللي صرح على طول متحدث باسم الجيش الإسرائيلي وبعدين أفخاي أدرعي يعني ناس معروفة عندنا إحنا ليه بقى صرح مصدر أمني؟ هو خايف يقول اسمه؟ خايف يقول رجبته؟ وليه مش عسكري؟ الصحفي حسان بحجة التاري على صيغة القاهرة الإغبارية اللي ما كتب ما اكتبهاش عيل في أولى حضانة صحافة وكتب حسان بحجة بيكلم على الإعجاز اللغة في القصة دي قال له خبر كامل من ثلاث وقائع بدون فاعل واحد اشتباكات جرت بين أطراف الماء أصنع إحباط قوم الماء محاولة قوم آخرين غالبا تهريب مقدرات جنوب المعبر من أحد جانبيه إلى الآخر تم القبض بواسطة جهة ماء على مهربين على جانب ماء من المعبر وجاب الصيغة بتاعة القاهرة الإغبارية تحتهي مصدر أمني للقاهرة الإغبارية اشتباكات جرت أثناء إحباط محاولة تهريب المقدرات بجنوب معبر العوجة وتم القبض على ست مهربين الأستاذ حسان باجة شاف أن كلها مجهلة قال لك هوا كلها ثلاث وقائع بدون فاعل اشتباكات جرت بين أطراف ماء أثناء إحباط قوم الماء محاولة قوم آخرين تهريب مقدرات جنوب المعبر من أحد جانبه للآخر تم القبض بواسطة جهة الماء على مهربين على جانب ماء من المعبر بس كده بعد الإعلان المصري ده بشوية بدأ الإعلام العبري ينشر اللي ما أكدتهش الرواية المصرية لكن نشر بصيغة فيها تشكيك على ما يبدو نروح كده للإعلام العبري الحقيقة عمل الصيغة إزاي؟ قال لك الإعلام موقع إن العبري في تبادل إطناق نار غير معتاد على الحدود المصرية أصيبت مقاتلة من جيش الدفاع الإسرائيلي فتحت قوات الجيش الإسرائيلي هذه الفاعل واضحة النار حوالي على عشرين مش ستة بعضهم مسلح مش كلهم اقتربوا من السياج الحدودي مع مصر بهدف تهريب المخدرات على ما يبدو على ما يبدو مما أدى إلى إصابة جندية من جيش الدفاع الإسرائيلي بجروح وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاق نروح أخبار تاني عبري تبادل إطناق نار غير معتاد على الحدود المصرية بين عشرين مهرب وقوات الجيش الإسرائيلي وأصيبت مقاتلة بجروح طفيفة وفضل الكلم وجاء نحو عشرين مشتبه بإهم بينهم مسلحون من مصر إلى المنطقة الحدية ربما لتهريب مواد خطيرة وبعد ذلك تحسنت حالتها وأصفت بالخفيفة على المجندة ده الإعلام العبري يا حضرات نشوف بقية الإعلام العبري الحدود المصرية يبدو أن المشتبه فيهم وصلوا بهدف تهريب المخدرات إلى البلاد يعني فيما يبدو وربما ويبدو آدي يدعو تحنانات تبادل إطلاق النار غير معتاد على الحدود بين عشرين وجاء نحو بينهم المصرق مش عارف إيه وأطلق النار فقتل أحد المهربين وأصيب آخرون وفي مصر أفيد عن إحباط محاولة تهريب والقبض على ست مهربين يعني هل اللي حدث في مصر ده حادثة تانية يعني الصيغة دي تقول أن دي حادثة بتاعة العشرين وأن اللي في مصر حادثة تانية وفي مصر أفيد عن إحباط محاولة تهريب والقبض على ستة مهربين اللي بعده طيب القنارة الربع عشر العبرية زودت معلومات مهمة جدا أن المهربين هم اللي بدلوا أو بدلوا بإطلاق النار غريبة قوي هنفترض أن في جنح الليل تجار مخدرات رايحين يهربوا مخدرات فيبدأوا هم بإطلاق النار يعني بيبلغوا عن نفسهم غريبة مش غريبة دي غريبة جدا مهربين مخدرات بيهربوا مخدرات داخل العمق في الكيان فجأة يبدروا بإطلاق النار نشوف كده الخبر من القنارة بعتاشر العبرية اللي قالت على ما يبدو مخدرات وأن المهربين بدروا بإطلاق النار حادثة غير عادية على الحدود المصرية مقتل مهرب مخدرات خلال تبادل إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي حدث عادي أو غير عادي على الحدود المصرية حوالي الساعة 12 منتصف الليل وردت أنباء عن إطلاق نار على الحدود الإسرائيلية المصرية جنوب قطاع جزة وخلال إحدى العمليات التي قام بها مقاتل الجيش الإسرائيلي أطلق المهربون النار باتجاه القوات التي ردت غريبة قوي مش كده كل القصة دي كانت بالليل يعني الساعة 12 على الساعة 7 وبعد سبع ساعات تقريبا من الحدث المتحدث العسكري الله يكرمه بعد سبع ساعات سبع ساعات المتحدث العسكري الله يكرمه جميلنا ونزل الخبر وقال إنها عملية تهريب مخدرات وإننا قتلنا واحد وأبضنا على ستة قادر متحدث بعد سبع ساعات متحدث العسكري الذي لم يحدثنا عن طيارة زنبيا بيقولك إحباط محاولة تهريب للمواد المخدرة جنوب منفذ العوجة تقدر بحوالي 174 كيلو جرام من المواد المخدرة مختلفة الأنواع ونتيجة لتبادل إطلاق النار نتج عنه مقتل واحد كما تم إلقاء القبض على عالة ستة فرد مهرب وتؤكد القوات المسلحة على كامل جاهزيتها من أجل الحفاظ على مقدرات هذا الوطن العظيم كانوا عشرين عند إسرائيل وبدروا عند إسرائيل بيطلق النار وإسرائيل ردت عليهم بهم في الجانب المصري ستة وما بدروش بأي حاجة وإسرائيل ما تعملتش معهم اللي تعامل معهم العناصر الأمنية للجيش المصري قاتلوا واحد وأسروا ستة يعني باختصار كده الإسرائيليين نشروا الأول الحادثة وما جابوش سيرة المخدرات قالوا أنهم عشرين وداخل العمق الإسرائيلي وقالوا أنهم اللي اشتبكوا وهم اللي بدروا بإطلاق النار بعدها مصر نشرت وقالت لا دا احدا اللي اشتبكنا والموضوع مخدرات بعدها الإعلام الأبري يرجع يشكك في قصة المخدرات ويقول يمكن ربما فيما يبدو إلى آخر المتمة المتحدث العسكري يطلع لنا بعد الهنب سنة ويقول لنا لا دي كانت عملية تهريب وإحنا العناصر الأمنية بتاعتنا تعاملت معاها نشوف كده يا حضرات جراف التسلسل الزمني للعملية من الساعة 12 بالليل الساعة 11-57 نشر حساب الجيش الإسرائيلي ما يفيد بحدوث حادثة غير اتيادية وهي اشتباك مع عشرين مسلح عبروا من الحدود المصرية قرب مستوطنة من السنة الساعة 12-27 نشرت القاهرة الإغبارية أن القوات المصرية أحبطت محاولة تهريب مخدرات على الحدود المصر الإسرائيلية الساعة 12-37 الإعلام الأبري نقل عن المتحدث الإسرائيلي الحادثة وقال يبدو أنها عملية تهريب مخدرات الساعة 7-7 في الأعلان المتحدث بتاعنا بيقول أنه إحباط محمد التهريب مخدرات جنوب منفذ العوجة وقوت الواحد وتم القبض على ستة بالعقل كده حادثة حصل الساعة 12 على الحدود داخل الكيان تسلل مجموعة من الأشخاص إلى داخل الكيان وهم بعضهم كان مسلح الرواية الإسرائيلية بتقول أن دول بدروا بإطلاق النار فالجيش الإسرائيلي رد فأصيبت مجندة إسرائيلية إصابت طفيفة ورجعت عادي وما قالتش اتقتل منهم كام أو مات كام أو تقبض على كام بعد شوية تطلع القناة القرارة الإغبارية تقول كلام مجهل وأن دي كانت عملية تهريب جنوب معبر العوجة بعد شوية يطلع الإعلام العبري يقول فيما يبدو أنه ربما أنها عملية مخدرات هنا بقى نرتب الحدث من أوله عشان نحضر المسلسل ده مسرح الجريمة هو داخل العمق الإسرائيلي خلينا أقول العمق الإسرائيلي دلوقتي يعني فيه ناس ستة أو عشرين عبروا الحدود دي ووصلوا لداخل العمق الإسرائيلي في جنح الليل حل المنطقة دي تحديدا كل الأقمار الصناعية في العالم موجهة لها المنطقة دي تحديدا كل محطات التلفزيون في العالم حتى كاميرات هناك المنطقة دي تحديدا العالم كله بيكلم عنها السؤال بقى مين هيهرب مخدرات في الحتة دي في الوقت ده مجنون السؤال التاني هو مين اللي أحبط المسلحين إسرائيل زي ما قالت الجيش الإسرائيلي وقصيبت مجندة إسرائيلية ولا مصر زي ما قالت جيش المصري أن العناصر الأمنية المصرية هي اللي أحبطت وقابلت على ستة ده أول سؤال مين أحبط العملية إسرائيل بتقول الجيش الإسرائيلي اشتبك معهم بعد ما بدروا بإطلاق النار وقصيبت مجندة وتم إخبار عائلتها مصر بتقول أنه مصدر أمني مجهول معرفش ليه مجهول قال لهم أن إحنا أبضنا على ستة وقتلنا واحد ودي محاولة مخدرات مش عشرين مين بقى اللي أحبط القصة الأمن المصري ولا الجيش الإسرائيلي وده السؤال اللي سألوا الكاتب الصحفي سليم عزون طلع قال من أحبط محاولة تهريب المخدرات إلى الكيان الأمن المصري كما تقول القاهرة الإخبارية أم الأمن الإسرائيلي كما يقول الإعلام الإسرائيلي طيب خلينا نمشي مع الموضوع لآخره إذا كان العناصر الأمنية المصرية هي اللي أحبطت المحاولة دي فإزاي بعد ما أحبطت المسلحين المسلحين عدوا واشتبكوا مع إسرائيل وإذا كان الإسرائيليين هم اللي أحبطوا فإزاي مصر اشتبكت تاني مع الناس عدت أصلا ودخلت جوه إسرائيل هنا تحس إن الرواية مش مظبوطة ده السؤال الأول السؤال الثاني من النفذ العملية إيه الهدف بالعملية أنا مش أقول لك بقى هم عشرين هم ستة هم سبعة مش مهم ده بس إحنا قدام ثلاث سيناريوهات منطقة منكوبة زي دي الحدود المصرية الإسرائيلية عليها كل كاميرات الدنيا عليها كل أقمار الصناعية بتاع العالم عليها استنفار عسكري من نصر ومن إسرائيل أو من يجي جماعة بتوع مخدرات عايزين يهربوا في الوقت ده بقمة الغباء بس خلينا نحط ده خلينا نحط إنهم ثلاث سيناريوهات يا إما إنهم تجار مخدرات يا إما جماعات مسلحة كانت دخلة تعمل عملية داخل إسرائيل أو مجندين مصريين من الجيش المصري ده إديهم من اللي بيحصل فقرروا إنهم يشتبقوا مع إسرائيل ثلاث سيناريوهات نتعامل معهم واحدة واحدة نتعامل مع السيناريوهات بالعال حدث متعلق إما إنه حدث متعلق بالتجارة المخدرات حسب البيانة الرئيس من مصري أو حدث مشكوك في دوافعه وربما متعلق برضو بتجارة المخدرات بحسب رواية الجانب الإسرائيلي بعد كده هجوم من جماعات مسلحة مصرية ردا على أحداث غزة ده السيناريو التاني الثالث السيناريوه بعد كده هجوم من مجندين مصريين ردا على أحداث غزة في حاجة تانية بعد كده ما تقوليش إنه في جماعة كانوا بيكتبوا كتاب البيت تعيشة فرحوا يعملوا الفرح هناك فضربوا نار فاتفعهموا غلط أعتقد مش فيه السيناريو كده هما السيناريوهات دي إما إنه هما تجار مخدرات أغبية ممكن أغبية ودول عدوا وريحين يبقوا مخدرات دلوقتي في منطقة منكوبة عسكريا أما عشبين التاجر اللي هياخد منهم هناك بس خليها تمشي أو إنهم جماعة بالضيئة من اللي حاصل في غزة فقررت تشيل سلاح وتروح تحارب هي أو تعمل عملية ضد الجيش الإسرائيلي ممكن أو مجندين مصريين زي محمد صلاح كده ورحوا خدوا بعضهم والله ما ينفع كده من قش رجالة يلا نضرب فيهم ممكن خلينا في السيناريو الأول سيناريو المخدرات لا علاقة له بالمنطق لأنه مفيش تاجر مخدرات غبي تاجر المخدرات اللي هيعد بمية سبعة وستين طن مخدرات أو مية سبعة وستين كيلو مخدرات ده مخطط وبيستلم الزهاي حقيقة يعني مش منطقي أبداً يجي المنطقة موبوءة بالشكل ده تحت حرام مسلح وجاي بيق مخدرات هنا أو جاي يوزع مخدرات هنا مش منطقي مش منطقي على الإطلاق خالص مش كلامي حتى ده كلام مراسل الجزيرة وليد العمري اللي شعره شاب في تغطية الأحداث اللي زيديه من أكتر من 20 سنة قال إن موضوع المخدرات ده مش منطقي على الإطلاق لأن مفيش تاجر مخدرات يروح لمنطقة فيها حرب واستنفار على أشده بعشرين فرد مسلحين وده عدد كبير جداً نسمع كده وليدي العمري قال لي ولكن واضح من العملية نفسها وهذا العدد الكبير إذا صدقت المعلومات بأنهم نحو عشرين شخصاً بينهم مسلحين ودخلوا في اشتباك مع القوات الإسرائيلية الموجودة هناك ليس بالضرورة أن تكون هذه عملية تهريب عشرين شخص لا يتونى للقيام بتهريب مخدرات على حدود حساسة كالحدود المصرية الإسرائيلية وكذلك في ظروف توتر عالية جداً وبين الحين والآخر تشهد أيضاً صدامات مثل ما جرى في الماضي ده كلام ويد العمري أنه مستحيل مستحيل تاج المخدرات هياخد 167 كيلو مخدرات وطلع في دماغه في وسط الدبابات والحرب والقصف دي وفي وسط الكاميرات دي وفي وسط الناس اللي ويبقى راح يبيع مخدرات أو راح يوزع 167 كيلو مخدرات ناشي التاني قال برضو أن قصة المخدرات دي مش داخل الدماغ وإلا يبقى تاجر المخدرات ده غبي يوع منطقة حرب ويبادر كمان بإطلاق النار في منطقة مكشوفة زي دي نشوف البوست ده بيقول عن أخطاء إذاعة الجيش الإسرائيلي تتفق مع الرؤية المصرية يبدو أن هدف المسلحين كان تهريب مخدرات إلى إسرائيل ملاحظة عثرت المخدرات ارتكبت ثلاث أخطاء حاولت تهريب مخدرات عبر حدود بلد في حالة حرب اثنين أنها لم تتسلل خلصة وإنما بادرت بإطلاق النار على الجيش ثلاثة أنها حاولت تهريب مخدرات بواسطة عشرين مسلح عبر منطقة مكشوفة مليئة بأجهزة المراقبة الزكية والجنود مش منطقية سيناريو المخدرات ده ما يدخلش في دماغ عائل صغير ده أنت لو جيت تكتبه فيلم المونتج يقولك أنت حمار أنت جاي في الحتة دي وهتهرب مخدرات دلوقتي ناشطة تانية قالت هو فيه تاج المخدرات يدخل أربعة كيلو داخل عمق إسرائيل وقت الحرب مش منطقي عائشة السيد قالت مستوطنة بنتسانة اللي أعلنت إسرائيل اسمها تقع بعمق أربعة ماتين وخمسين متر يعني أربعة كيلو داخل إسرائيل وتبعد أكتر من ثلاثة كيلو وسبعمائة متر من غزة الأسوار المحاصرة لغزة الرواية المصرية تقول أنه تم إحباط عملية تهريب على الحدود المصرية الإسرائيلية برغم أن المكان داخل العمق الإسرائيلي بحسر تصريح الجيش جيش الدفاع الذي صرح بوقوع اشتباك مع عشرين شخص داخل العمق الإسرائيلي وأفاد أيضا بوقوع إصابات منهم سقوط مجندة تم نقلها للمستشفة وإبلاغ أهلها وفي أخبار من الإعلام العبري الداخلي متدولة من قنوات لها مصدقية سابقة تفيد بسقوط مسلح واحد ووقوع عدة إصابات بين العشرين مسلح ومتداول أيضا بأن هناك طائرات أباتشي إسرائيلية تقوم بعمليات داخل حدود المصرية الآن من الجدير بالذكر بأن كل حادثة إطلاق نار أو اشتباكات حدودية يهرع فورا من الجانب المصري للتصريح بأنها عمليات تهريد أو إنهم مهربون نفس الحادث وقع مع اطلاق النار مع المجند الشهيد محمد صلاح اللي اشتبك مع جنود إسرائيل وقتلهم ومصر قالت وقتها بأن الاشتباكات كانت مع مهربين ثم صرحت بعد ذلك بأن المجند الشهيد ظنهم مهربين السؤال للإعلام المصري والقيادات المصرية أين يذهب العشرين مهرب المزعومين لمسافة أكتر من أربعة كيلو وقرب مستوطنة داخل إسرائيل تعال نشوف الخريطة فين نتسانة دي فين مستوطنة نتسانة اللي تم الاشتباك عليها آدي قريطة فلسطين فين يعام آدي رفع المصرية هي فين نتسانة بقى في القصة دي أربعة كيلو يعني قريبة جدا من الحوض المصرية بس داخل عمق آآ آآ الهد الكيان الإسرائيلي يعني انت إيه يعني مين يشتبك اللي هي وادي نتسانة وادي نتسانة تحت أهي 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 تحت وادي نتسانة بعد كسيعوب تحت أهي وادي نتسانة أربعة كيلو داخل عمق كيان حضرتك اشتبكت معاهم داخل عمق العناصر الأمنية اشتبكت معاهم داخل عمق الإسرائيلي الجيش المصري داخل أربعة كيلو متر جوه الكيان واشتبك مع العشرين دول مش معقول مش منطقي ووصولا لناشط قال إذا كانوا فعلا تجار مقدرات هيروح يدربوا نار على إسرائيل وقت الحرب فالحقيقة كل الشكر ليهم صراحة يعني ده اللي قالوا الراجل ده قالك يعني معلش المتحدث عسكري بيقولك محاول التقريب مخدرات حدود مصري من مصر فلسطين كل الدعم للمهربين وتجار المخدرات قلبي معاكم السيناري المخدرات مش منطقي ما يمقبلوش عقل خالص نهائي في وقت زي ده 167 كيلو جرام مخدرات داخلين أربعة كيلو جوه إسرائيل وحتى بافتراض إنه منطقي ماذا يعني؟ يعني يا بيه إنك نايم على ودانك يعني المتحدث العسكري بيدين نفسه يعني المخدرات جات من سينة على عينك يا تاجر اللي أنت مسيطر عليها ومشيت أربعة كيلو عادت بقى الحدود المصرية وداخلت أربعة كيلو ساوة وإنت نايم برضو وما فيش أنفاء وما فيش أي حاجة فإذا كان هناك مهربين قدروا من داخل سيناء يزرعوا ويصنعوا مخدرات ويوصلوها لإسرائيل وإسرائيل تتعامل معهم يبقى أنت مش موجود فده إيهانا لكينتر على المتحدث العسكري أن يلجأ إلى طبيب نفسي لأنه تصريحه ده معناه أن الجيش المصري داخل سيناء نايم على ودانه مش داري بالدنيا لدرجة أن مجموعة من المهربين شايلين سلاح وشايلين معاهم 167 كيلو جرام ودخلوا أربعة كيلو داخل العمق الإسرائيلي طيب سيبك من سيناريو المخدرات السيناريو التاني هو أن العملية دي اللي قام بها جماعات مسلح وده اللي بيمل الرأي ده الخبير في الشأن الإسرائيلي عزام أبو عاتس قال نفس الكلام قال إن ده عمل منظم وجاي نتيجة الغضب من اللي بتعمله مصر الرسمية نسمع الراجل ده بيقول إيه وأنا في تقديري هذا سيضع النظام المصري في موقف حرج جدا لسيما أن وضع الداخلي في مصر هو وضع غير مستقر الأزمة الاقتصادية في مصر تضرب بعنف وبشدة حالة من الغليان والصخط على النظام المصري بسبب سوء الوضع الداخلي ومن ثم سوء إدارة النظام للملف الفلسطيني والفضيحة الأخيرة التي فجرتها إسرائيل في محكمة العدل الدولية وبالتالي أن تذهب الآن الحكومة المصرية إلى مواجهة مع ربما عشائر أفراد جهة مسلحة في سيناء في هذا الوقت المعقد والصعب سيضيف عليها أعباء أمنية وسياسية بالإضافة إلى تعميق حالة عدم الاستقرار في مصر ومسألة إشعال الحدود الآن أن تتكرر هذه العملية يعني كما قلنا عشرين شخص هذه طبيعة منظمة وليست عمل فردي كما حدث في حادثة المجند محمد صلاح الذي قتل قبل عدة أشهر ثلاثة جنود إسرائيليين وأصاب عدد آخرين هذه ليست حادثة فردية هذه حادثة منظمة حادثة منظمة يعني ممكن مجموعة من المواطنين السينويين أو المصريين اتفقوا مع بعض كده هما أننا على قلب رجل واحد ما لهمش أي صفة رسمية قراروا يعدوا الحدود ويدخلوا من المنطقة دي ويأملوا عمل عسكري أو يتبادلوا إطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي زي ما الجيش الإسرائيلي قال قال بقدروا بإطلاق النار فردين عليهم ممكن وده برضو لو حصل يبقى الجيش المصري نايم لأن الحدود دي مفترض أن يعليها أسود طيب ما قدمناش بقى غير سيناريو تالت هو أن اللي عمل كده مجندين مصريين والموضوع ده على فكرة السيناريو التالي ده أقرب للمنطق اللي هو أنه دول مجموعة من المصريين استاقوا من اللي بتعملوا إسرائيل في غزة فقرروا أنه هما يعملوا عمل زي ده وليه أقرب للمنطق لأن أنت لما تشوف عرض الإصابات في الجانب الإسرائيلي هتلاكت إصابات طفيفة جدا فواضح أن الراح دول العشرين اللي قالت عنهم إسرائيل ما همش مدربين كفاية على المعارك دي لأن هما لو مدربين كان هيختاروا توقيت أفضل وهيسقطوا عدد أفضل من الإصابات وبالتالي في رأيي لو السيناريو التالي صحيح يبقى ده عمل غير منظم مع ناس لم تعتاد على عمل عسكري ما تدربتش على العمل عسكري لأنهم أطلقوا النار وخلاص والدليل أنهم ما أسقطوش كمية أو إصابات كبيرة من الجانب الإسرائيلي هم ضربوا نار وخلاص فده معناه أنهم مش محترفين خالي نفس السيناريو التالت السيناريو التالت هو أن العمل كده مجندين مصريين والموضوع ده له شواهد كتير جدا زي أن المعركة كانت قوية جدا لدرجة أن الأباتش الإسرائيلية تدخلت في المعركة يعني بعد الاشتباكات المسلحة بين العشرين وبين الجيش الإسرائيلي حسب الرواية الإسرائيلية دخل الأباتشي طائرات الأباتشي دخلت في الموضوع زي ما قالت حسابات إسرائيلية إغبارية زي كده أهو استئناف اطلاق النار على الحدود المصرية قافزت طائرات الأباتش وهتهاجم معروحيات الأباتشي الآن المسلحين على الحدود المصرية وتدور معركة هناك دي مواقع إسرائيلية بتقول إن طائرات الأباتشي طارت واشتبكت مع المسلحين وزي إن موقع والا العبري كان صريح أكتر وأشار إلى أن العملية دي شبه كتير قوي عملية المجند محمد صلاح من ست شهور اللي قال كده موقع والا مش إخواني نشوف كده موقع والا الإغباري قال إيه أطلق مقاتل وجيش الدفاع الإسرائيلي مساء اليوم قال إثنين النار على عشرين مهرب مخدرات مشتبه بهم من بينهم عدد من المسلحين الذين اقتربوا من خط الحدود على الجانب المصري من الحاجز وخلال تبادل إطلاق النار أصيبت مقاتلة من جيش الدفاع الإسرائيلي بجروح طفيفة صرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن المقاتلة أصيبت في البداية بجروح متوسطة وتم تحولها لتلقي العلاج الطبي في المستشفى لكن حالتها تحسنت وأصبحت حالتها الآن مصنفة على أنها خفيفة وتم إبلاغ عائلتها وبعد الحادث بدأت قوات الجيش الإسرائيلي ببسح المنطقة من أجل استبعاد وجود حالات تسلل إرهابيين إلى داخل البلاد ورد رئيس المجلس الإخليم رامات هنغيف عبر عيران دورون على الحادث قائلا بعد 7 أكتوبر لم يعود لدينا امتياز غض الطرف عن قدرات الجانب الآخر أي تهريب على الحدود يجب التعامل معه على أنه أمر لما فر منه محاول التسلل الإرهابيين إلى المستوطنة أتوقع أن يزيد جيش الدفاع الإسرائيلي قواته ويضيف المنطقة ويتأكد من أن المستوطنات بتاعتنا محمية وآمنة وقال أن في حزيران يونيو مقاتلة من جيش الدفاع الإسرائيلي ليا بن نون 19 عام وأروى إسحاق إلوز 20 عام قتل على يد الشرطة المصري على الحدود المصرية في منطقة تم إحباط تهريب المقدرات فيها قبل ساعات قليلة وبعد ساعات شهد الشرطي في الأراضي الإسرائيلية وجرى تبادل لإطلاق النار في المكان الشهد الثاني أنه فجأة النهاردة وعلى غير العادة حصل اجتماع مفاجأ عمل وزير الدفاع الكمسري اللي هو وزير الدفاع المصري بقيادات الجيش النهاردة الصبح وبلغهم تحيات وتقدير السيسي لهم وأنهم بينفزوا المهام باحترافية وكان الاجتماع ده فيما يبدو محاولة لحث القادة على ضبط غضب الجيش من اللي بيحصل على الحدود التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية وذلك بحضر الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة رقديرا نتميزهم في أداء المهام المكلفين بها وألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام والمسؤوليات المكلفين بها على أكمل وجهه مؤكدا أن القوات المسلحة حريصة على بناء قدراتها البشرية وتطوير إمكانتها القتالية والفنية في كافة التخصصات بما يمكنها من تنفيذ مهامها في الدفاع عن الوطن بجانب دورها الداعم لمسيرة تنمية وبناء الدولة المصرية الحديثة الحقيقة أنا سامع مواطن شريف بيقول لي يا عم وانت ليه تضرب أخماس في أسداس وتحط الصدريهات ما تصدق المتحدث العسكري بتاعك عشان تبقى وطني المعادس العسكري قال لي إيه قال لي عمليه تهيب مخدرات قتالنا واحد وأبضنا على ست كلام حلو قوي بس حب أفكر عزيزي المغفل بأن المتحدث العسكري أيام حادثة المجند محمد صلاح طلع وكدب نفس الكتبة وقال إنه كان بيجري ورا عملية مخدرات وطلع كل كلامه بعد كده فشانك أفكرك بالبوست بتاع المتحدث العسكري عن حادثة المجند المصري محمد صلاح أهو المتحدث العسكري قال في 3 يونيو 23 فجر اليوم السبت الموافق 3-6-23 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد 3 فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد اتنين آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تهدامة لإطلاق النيران وجاري اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا اتخاذ إجراءات القانونية حيال الواقعة واكتشفنا بعدها أن القصة ما كانتش كده خالص القصة كانت محمد صلاح مغلول جوانر من اللي بيعملوا الإسرائيليين في فتحة في السلك دخل فتح وانتظرهم وهم جايين وتبادل معهم إطلاق النيران وأحدث إصابات فيهم واستشهد هو سوى ما معلش قبل الخلاصة دي كلها خليني وطني وبطنطن وهصدق بوسط المتحدث العسكري المصري وهصدق قناة الإخبارية أنتوا بتقولوا قتلت واحد وأصرت ستة أو يعني أبطت على ستة مين دول؟ أنا عايز أعرف مين الواحد اللي تم اغتياله هل هو مصري؟ إفريقي؟ عربي؟ إسلامي؟ لبرالي؟ كافر ابن كافرة؟ وبتقولوا أبطت على ستة مين الستة؟ وإيه تاريخهم في المخدرات؟ أعسوا سهل جداً تجيب لي لفة مخدرات وتصورها لي وأسلحة والحركات دي قديمة قوي من قيم حبيب العدلي وتعاملت معي أنا شخصياً معي أنا شخصياً كنت هتقتل ويتحط كده ملاية عليها أسلحة وقنابل ومخدرات كل حاجة فقلست إنك تجيب لي صورة حاجات دي حرز ده الحرز شفته بعيني يعني لما دخلت قوات الباق كان نسمى وقتها الأمن مش الوطني دلوقتي كان أمن الدولة لما دخلت أمن الدولة الزابط وراني بعيني وكانوا معاهم مصور الحرز اللي كنت هتصور جنبه أنا وزميلي ويطلع في الأهرام الصبح والأخبار بعد تبادل إطلاق نار مع فئات خارجة عن القائل ولا نحن خارجة ده نحن بتوعته مثيل ده نحن بتوعته فن فالحرز شفته فتحه قدامي والمصور واقف قصة حرز دي إنساها أنا ما أقول لي ميني الستة دول من أي محافظة في مصر إيه تاريخهم في المخدرات قول لي أين تم تصنيق المخدرات دي اتصنعت مثلا في أسيوبيا وجات لنا بالبحر أو عن طريق الجو وبعدين عدوا بيها ولا تم إنتاجها في سيناء قول لي دول مين مين الستة إسرائيل نفسها ما قالت لناش برضو مش إسرائيل قالت قتل تم قتل بعض العناصر لي إسرائيل ما سلمتناش الستة دول أو السبعة أو اللي قتلتهم تلاتة أو واحد منهم لماذا تكتفت إسرائيل مع مصر في عدم الإعلان عن طبيعة أو مهية أو كونية الستة دول أو العناصر دي مين ليه بقى في تنصيق أمني على أعلى مستوى بين مصر وإسرائيل وأصبح أيضا تنصيق إعلامي أنا لا أصدق رواية إسرائيل ولا غيره هسدق رواية المتحدث العسكري بتاع الكوفتة بتاعنا المتحدث العسكري اللي حتى الآن حتى الآن ما قالناش إيه اللي حصل في مديرية أمن الإسماعيلية حتى الآن محادث العسكري اللي ما قالناش إيه اللي حصل في طائرة زنبيا أنا هسدقه هسدق إن هو دول عناصر إرهابية بتهرب مخدرات في وقت عجيب زي ده بس مين هم عائلاتهم مين من أي المحافظات يعملوننا كده جو الخلاصة يا حضرات إحنا مش مهمتنا تحقيق ولا نقدر نوصل لنتيجة قاطعة في ظل التنسيق العالي جدا ما بين إسرائيل ومصر أو النظام الإسرائيلي والنظام المصري مش هنقدر نوصل لنتيجة قاطعة لكن الأكيد إن الشواهد بتقول إن في حاجة غلط في رواية اللي اتنين الإسرائيليين والمصريين خاصة رواية النظام بتاعنا والمتأكدين منه في حالة غضب داخل المصريين ولا نستبعد أن هناك حالة غضب داخل المجندين المشاطاء في الجيش المصري وإن حالة الغضب دي بتزيد يوم ورا يوم وهم شايفين المجازل اللي بتحصل في غزة وشايفين مشاركة السيسي لإسرائيل في الحصار وإن لو لو ما غيرش السيسي ونظامه سياسة الحصار والتناش والتجويع والتنسيق العسكري الأمني الإعلامي مع إسرائيل في جرائمها دي فأكيد أكيد الغضب ده هيصل لمرحلة يوما ما وهي مرحلة الانفجار ولو حصل ووصل لمرحلة الانفجار فأكيد ده خطر على إسرائيل وعلى السيسي نفسه بس متى الله أعلم الله أعلم